يلا اللمون النهاردة بإذن الله هنعمل اللمون مع بعض بطريقة حلوة جدا مقتصادية جدا بدل ما ما بنشتريه جاهز من برا الأسعار برا بقت غالية مولعة فاحنا هنعمله في البيت بطريقتين أسهل من بعض واللي اتنين أحلى من بعض يلا بينا عالطريقة هنصلق اللمون نص سلقة دول الله أكبر 6 كيلو لمون عملت 3 بعصفر و 3 سريع وهقول لكم الفرق ما بينهم وبعد ما تصلقين نص سلقة بتفتحيه كده بالسكينة وبتحطي الخلطة بقى الخلطة عبارة عن 4 معالق كبار ملح ومعلقتين حبة البرقة ومعلقتين كمان وعصفر وبعد ما بتحشي اللمون بتحطي كده نص الكمية وبتكملي ربع تاني شوية أو بتحطي في النص كده شوية فلفل حامي بيدي طعم جميل جدا ولما بيتخلل بيدي اللمون بيشرب منه وهو بيشرب من اللمون بيبقى طعم حلو قوي قوي وبعد كده لازم تشيل راسه للمعلومة لو ما شلتيش راس الفلفلة نفسها تبقي يفتحيها بالسكينة أو خرميها بالشك عشان يتغلغي الجوال محلول الملح ويستوي معانا وبعد كده بتدفع عليه محلول ملح مية وملح تانين بتحطي على المية 4 معالق ملح تانين وبعدين بتقفلي عليهم بشوية زيت وزي ما انتم شايفين كده لازم يكون فيه كيس بلاستيك وتقفلي عليها عشان يبقى محكم الغلق وبتفتح عليه بعد اسبوع او 10 ايام ده لو في الصيف او 15 يوم لو في الشتاء طيب اللمون السريع عبارة عن لمون مسلوق نص سلقة وبتحطي عليه محلول ملحي فقط بس ما بتحطيش حاجة تاني شوية ملح وشوية مية وبتدي فيهم على اللمون وبتحطي عليه فلف الحامي عشان يديله نجحة حلوة جدا وبرضو بتفتح عليه بعد نفس الوقت تقريبا بعد اسبوع او 10 ايام والتنين احلى من بعض والطعم في منتهى الروعة عملنا كمية كبيرة جدا باسعار يعني يكاد يكون يعني كسين مخلل من اشتريهم عملنا فيهم بصي ما شاء الله برطمانين لمون وده الزتون بتاعي طبعا اللي ما شافش الفيديو موجودة على الصفحة على الفيسبوك موجودة على اليوتيوب ويا ريت تتابعوني كمان على الانستجرام لو اول مرة تشوفيني انا ماما شوشو بتنسيش لايك والشير وكومنتاتكم بتفرحني كتير وشكرا جدا لكم يا رب دايما نكون عند حصن ظنكم وعرف تفيدكم وشكرا جدا للمشاهدة والاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته